أعتقد أن لدي مشكلة برامج ظهرة في حاسوبي لماذا تعتقدين ذلك؟ بطارية الحاسوب المحمول تنفذ بسرعة أكبر من المعتاد ودائماً تظهر لإعلانات غير مناسبة في جميع المواقع التي أدخل إليها ما المشكلة يا فتيات؟ مريم، لديها مشكلة برامج ظهرة على حاسوبها الشخصي هل أنت متأكدة من ذلك يا مريم؟ نعم يا معلمتي، أصبح آداء الحاسوب بطيئاً جداً ويتحطل باستمرار وغالباً ما أجد لدي صفحات ويب لم أقم بزيارتها أبداً هذا يستدعي حلاً سريعاً للمشكلة تحتاجين إلى استشارة مختص في تكنولوجيا المعلومات ويتعين عليك اتخاذ الخطوات التالية في حال الاشتباه بوجود البرامج الضارة ما هي هذه الخطوات؟ في هذه الحالة، علينا التوقف عن القيام بالتسوق الإلكتروني واستخدام الخدمات المصرفية على الحاسوب والامتناع عن أي أنشطة أخرى تتطلب استخدام كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة وعلينا تحديث برامج الحماية من الفيروسات ثم القيام بفحص الحاسوب بحثاً عن الفيروسات وبرامج التجسس والتحقق من المتصفح لمعرفة ما إذا كان به أدوات لحف البرامج الضارة وبالتأكيد علينا الاستعانة بالدعم الفني من خلال التواصل مع الشركة المصنعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أصدقاء؟ إذا شككتم بوجود برامج ضارة على حواسيبكم عليكم التوقف عن القيام بالتسوق الإلكتروني واستخدام الخدمات المصرفية على الحاسوب وعليكم تحديث برامج الحماية من الفيروسات ثم القيام بفحص الحاسوب بحثاً عن الفيروسات وبرامج التجسس وعليكم التحقق من المتصفح لمعرفة ما إذا كان به أدوات لحف البرامج الضارة وعليكم الاستعانة بالدعم الفني من خلال التواصل مع الشركة المصنعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة